موسيقى مساء نور من القناة الوطني الأولى نشرة جوية اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 إليكم التفاصيل تميزة تقصي اليوم بارتفاع نسبي لمسناه مع رتوبة عالية خلال ظهر اليوم ونسجلنا بالسويحة الشرقية في حدود 26 و32 وبالمرتفعات الغربية 25 درجة ما بين 31 و34 ببقية المناطق وبلغت في تونس العاصمة 34 درجة اتجاه الريح كان من القطع الجنوبي بشمال وبالوسط ومن القطع الشرقي بالجنوب كانت معتدلة فقوية نسبيا قرب سويحة الشمالية وكانت ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق واتقوية وصلت إلى 70 تلو متر في الساعة أثناء ظهور الصحب الرعدية خصوصية التقص نشوفوها من خلال تسلسل القمر الاصطناعي تقص كان مغيم جزئيا على كمية البلد ثم تدريجين كثيف الصحب مع ظهور خلايا رعدية بجهتين السحل والوطن القبلي مع أمطار كانت محليا غزيرة حيث بلغ أقصاها في ظرف زمني وجيز 59 ملي متر بأزمور من ولاية نابل وفي حدود 47 ملي متر بدار علوش و26 ملي متر في قيبية بالنسبة للليلة صحب أحيانا كثيفة بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة آخر الليل تكون رعدية مع أمطار غزيرة خاصة بجنوب ولاية نابل وبولاية سوسة والمونستير والمهدية الريح الشمالية غربية والحرارة ليلا تشهد ارتفاع طفيف خاصة بشمال وبالوسط تكون مبين 22 و25 وفي بقية المناطق مبين 26 و30 درجة البحر يكون متموج بخليج الحمامات وقليل الاتراب ببقية السويحل بالنسبة للغدوة العوام المناخية مساعدة نزول أمطار تقريبا في كمال المناطق تكون صحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية تحديدا بشمال بالوسط ومحلين بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة ومن المتوقع أن تكون الكمية بين 20 و40 مليمتر وإمكانية لتساقط البرد البحر متموج بمنطقة سيرات واقل الاتراب بقية المناطق والحرارة تشهد انخفاضة طفيفة قراءة في توقعاتنا لدرجة الحرارة للمدن التونسية قد نسجلوا 24 درجة في تونس الكبرى وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 24 في أقليبيا وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية نيبل 25 وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية 25 في بنزر 23 في تبرقا بيجا 25 جندوبة 27 زغوين 25 الوضع الجوي ملائم نزول أمطار دائما في سدينة 25 الكيف 23 24 في تيلة قايروين 27 في جهة الساحل سوسة 24 منسير والمهدية 25 درجة جزر قرقنا 28 وضع الجوي ملائم نزول أمطار سفيق 27 أمطار منتظرة في سيدي بوزيت 26 والقسرين 26 بالنسبة لمدن الجنوب الغربي قد نسجلوا في قفصة 28 صحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة توزر 30 درجة صحب عابرق باللاثين وثلاثين الوضع الجوي ملائم نزول أمطار في مدن الجنوب الشرقي خاصة في قيبس 32 في جزيرة جربة 30 مدين 29 تطوين 27 وارميداء 29 درجة والوضع الجوي ملائم نزول أمطار ضعيفة أثناء الليل بالنسبة للملاحة وصيد البحري في منطقة سيرات الريح تتجاه جنوبية غربية البحر قليل اضطراب ثم مضطرب وسرعة ريح مبين 5 إلى 15 تتقوى بعض الظهر من 15 إلى 20 فتتجاوز 40 عقدة أثناء مرور الصحب الرعدية في خليج تونس الريح تتجاه جنوبية غربية البحر قليل اضطراب وسرعة الريح مبين 5 إلى 15 تتقوى مع مرور الصحب الرعدية توصل 40 عقدة في خليج الحمامات الريح شمالية شرقية البحر قليل اضطراب وسرعة الريح مبين 5 إلى 15 تتقوى أثناء مرور الصحب الرعدية توصل 40 عقدة في منطقة الشابة الريح تتجاه شرقية والبحر قليل اضطراب وسرعتها تكون مبين 10 إلى 20 تتقوى أثناء مرور الصحب الرعدية فتتوصل 45 عقدة في خليج جيبس الريح جنوبية شرقية والبحر قليل الاضطراب وسرعة الريح مبين 10 إلى 20 وتتقوى أثناء مرور الصحب الرعدية توصل أربين عقدة أثناء كرف توقعاتنا لدرجة الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نواق شاطة 30 دربيدة 26 جزير صحب عبر 26 درجة ترابلس غيوم مرتفعة 31 والخرطوم درجة حرارة دون تغيير مقارنة 24 ساعة الفارتة 41 القهرة تنخفض 32 تقسم غيم جزئيا وبالنسبة لبقاء المقدسة درجة حرارة دون تغيير مدينة المنورة 43 مكا المكرمة 42 مصقت في حدود 34 سماء صافيا في أبوظبي 39 تقس حارف الدوحة 39 تنخفض في الكويت 41 وفي بغداد تتراجع لتسعة وثلاثين درجة بالنسبة لشرق الأوسط درجة الحرارة تتراجع في القدس الشريف كذلك لستة وعشرين في بيروت ثمانية وعشرين صحب عبر في دمشق ومستقرها في تسعة وعشرين اسطنبول ستة وعشرين تقس مغيم جزئيا بالنسبة لأوروبا الوضع الجوي ملائم نزول أمتار في روما 25 مرسي 22 بلين صحب عبر 24 مطار منتظرة في لندن 18 أمستردام وبروكسيل 19 درجة فيينا 24 جونيف 17 درجة مطار منتظرة في بريس 19 سماء صافيا في مدريد 25 وفي لشبونة صحب عبر وتقس مغيم جزئيا بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الثلاثة تقسيكون مغيم جزئيا في محلين كثيف الصحب بأغلب المناطق وريح من القطاع الجنوبي بشمال بالوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب والبحر قليل الاضطراب والحرارة تشهد اجتفاع نسبي بالنسبة ليوم الاربعاء الوضع الجوي ملائم نزول أمتار متفرقة بالمناطق الغربية لشمال وللوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتقسيكون مغيم جزئيا والبحر يتواصل قليل الاضطراب والحرارة تشهد كذلك ارتفاع طفيفة أوقات الشروق والغروب شروق في تمام الساعة السادسة صباحا وثمانية دقائق والغروب السادسة مساء وخمس وشنا دقيقة لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني الرسل الجوي على صفحة الويب تتفعل وتتواصل معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي أوقات الصلاة لمدينة تونس وماجا وارها سلت الصبح في تمام الساعة رابع فجر وواحدة واربين دقيقة ستة الظهر منتصف النهار واسعة تاشين دقيقة ستة العسر ثلثة مساء وثمانية وثلاثين دقيقة وستة المغرب السيدسة مساء واسعة تاشين دقيقة وستة العشاء السابعة مساء وواحدة واربين دقيقة نهاية النشرة إلى اللقاء نسكن اشتركوا في القناة